من سيئ إلى أسوأ هذا هو واقع الخالف اليمن البلد الذي تدهورت الأوضاع المعيشية والاقتصادية فيه متأثرة بسيطرة ميليشيات الحوثي على المدن والحرب الاقتصادية التي فرضتها فضلا عن تفشي فيرس كرون المستجد وتقليص حجم المساعدات الإنسانية وانهيار أسعار الصرف جميعها عوامل فرضت واقعا مؤلما على اليمن واليمنيين أصوات المنظمات الدولية المحذرات من كارثة إنسانية في اليمن تعالت منددة بما يجري في البلاد من أوضاع يصعب احتواؤها مدفوعة بخمس سنوات من الحرب وانهيار المؤسسات والخدمات العامة وتوقف برامج الحماية منظمة اليونسف قالت أنه بحلول نهاية العام 2020 يمكن أن يرتفع عدد الأطفال اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية بنسبة 20% مما يدفع أكثر من مليوني طفل إلى حافة المجاعة أحدث المؤشرات حول الأزمة الاختصادية لليمن تكشف الحالة الكارثية لسكان بعد تجاوز الفقر مستوى الخطوط الحمر في ظل استمرار عدم صرف المرتبات وتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية والقدرة الشرائية لدى المواطنين ميليشيا صرحوثي وكيل إيران في اليمن كانت السبب الرئيس في تدهور القياة المعيشية لدى اليمنيين منذ اليوم الأول لاقتحامها المنذر بقوة السلاح وتعطير مؤسسات الدولة التي بنيت على مدى ثلاثة عقود والسيطرة على كل ما وقعت أيدي الميليشيات عليه حتى جعلت حياة المواطن معدما تماما نمو الاحتياجات الإنسانية في اليمن تستمر بمعدلات مثيرة للقلق حيث يحتاج نحو ثمانين في البيئة من السكان إلى مساعدات إنسانية بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهو أمر لا يبشر بالخير خصوصا وأن الوضع الكارثي يزداد قسامة في ظل غياب الأمل بتحقيق السلام ووضع حد لأثار الحرب الكارثية التي أشعلتها ميليشيات البغي والإجرام الحوثية